ولا حاجة من اللي قالوا عليها تمت لجدوى المنتظم ولا تطور في التحكيم ولا انتظام في المسابقة انتظام في المسابقة ولا حساب للمخطئ المشهد هو هو يا اخواننا ولا تفعيل للجنة الانضباط ما هو حساب للمخطئ لمن لجنة مسبقات فيه ولا لجنة الانضباط اكن الصمت الرهيب احسن حاجز ايبهم يقولوا لهم عايزينه ونعمل اللي احنا عايزينه فيه شيء قدامك شفاف انت عمال شايف نفس مش هنجيب اي نتائج غير اللي بتتحقق كل مرة لان الاسباب مازالت السيطرة على كل مقاومات كرة القدم هي هي بنفس العقلية ما فيهاش صالح مصر مستبعد منها الصالح العام لكن قريب منها مصالح شخصية وانتماءات هي اللي بتحرك المشهد ما زال المشهد يتحرك في نفس الاشكال احنا يا استاذ ابراهيم كنا متصورين ان نتيجة كينيا يعني يوم سيء للفريق النهاردة بيقولك لا دي نتائج مستوى وربنا كرمنا فيه يعني نتائج مستوى وربنا كرمنا فيه كما اذا انت في القادم انت مهدد انك ما تخشش الا اذا حصل برضو استدعية روح غير تقليدية وتوفيق غير تقليدي انت عندك توجو ماتش اللي جاي انما كسبتوش بنتيجة كبيرة تبقى توجو بالسلامة تبقى توجو بالسلامة مش هيحصل حاجة لان بعد كده انت هتخرج مرتين دي هيبه في اغسطس عشرين عشرين للي عيش والله يمكن رحمة الماتشين مع بعض في اغسطس يمكن رحمة بينا الماتشين اللي بيبقوا في اغسطس تتغير الاحوال لان انت انا متخيل ان الدور اللي كان بادي قوي على الاقل يا اخي كان عندك حد بيلعب كورة وفيه تناغم في الاداء وفيه شكل كنت تسيب الدنيا يا اخي ماشية هو انت بتوقف الكورة علشان تنقذ مين ولا تلحق مين ولا تعمل ايه اسباب امنية ماشي راحت الاسباب امنية تاني يوم نلعب في حتة تانية او تالت يوم ويلعب لعب الدوري بالسيكونس والترتيب بتاعه الشفافية غيب ارادة في ان الدوري ينتظم مش موجود مش موجود طب حنلعب ازاي وانت اللعيب رايح لك للمنتخب ناقص لياقة ناقص لياقة بدنية طبعا في اول الموسم ما فيش انتظام في المسابقة تجاهز اللعيب من خلال منافسة قوية حقيقية ناقص لياقة زهنية زهنية ونفسية طبعا لان مش وخد حاسن الدنيا مش جاد اذا اردنا كرة القدم نملك المواهب نتائج المنتخب الاولومبي بتقول كده ده المنتخب الاولومبي محروم من المع نجومه طاهر محمد طاهر وناصر ماهر ومحمد محمود وعناصر مهمة جدا 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 بخلاف ان فيه ارهاق واصابات الناس بتتحمل عن نفسها وها بتلعب فانت بتلعب بمهارات فردية لتلات اربع لعيبة بيعملولك الفارق وحماس جارف وجمهور اصبح بيسق في الفرقة دي وحطت امل وكلها فيها ربنا يصر علينا في الادوار الاقصاء بقى لان احنا خطر حقيقي ما بيقاش في المجموعات علينا في الادوار الاقصائية خروج المغلوب يا رب ان احنا نقدر نوفق ودينا امل وبقى نعد جنوب افريقية يوم التلات اه ان شاء الله اه مهو بكرة ان شاء الله فنتمنى التفيق يستمر معنا والحماس يستمر معنا وربنا حمينا يا رب من الاصابات ونقدر عندنا فسحة من الوقت كلنا الراجع كلنا الراجع نفسنا هو احنا عايزين ايه لكرة مصرية نراجع نفسنا ونتعلم من اخطائنا لانه الحياة اللي قاله المهانس عدلي ابرز ما فيه هو احنا ليه ما بنستفدش من اخطائنا واخنا ليه بنكرر اخطائنا بامتياز ليه احنا خرصين على انه اللي وقعنا فيه قبل كاس العالم لما وقفنا نشاط المحلي فترة طويلة جدا بحجة اعداد اللاعبين الناس زهت والناس ملت وكانت النتيجة اللي انتو شفتوها رجعنا كررنا نفس الخطأ تاني قبل كاس الامم الناس من ضمنها النادي الاهلي كان بيطالب ان الموسم يمتد او يخلص الدوري قبل كاس الامم وده اعداد كويس او يتخلص الموسم قبل بداية البطولة لا وقفنا ورحلنا ورمينا كل حاجة لبعض كاس الامم كانت النتيجة الناس دخلت كاس الامم بالحالة اللي انتو شفتوها ثم نكرر الخطأ بامتياز للمرة التالتة مع الجهاز الفن الجديد نوقف الدور كل هذه الفترات يا سادة مدربين المنتخبات لو باستمرار عايزين توقفوا الدور فترة طويلة عشان تاخدوا اللعيبة في حضنكو خدوا بالكو انتو بتدمروا الفرقة خدوا بالكو ان كل التجارب السابقة قالت العبرة مش بالاعداد لفترات طويلة انت عندك لعيبة جاية من بداية موسم الناس لعبت فيه اربع او خمس او ست مطشاط اندية مشاركة في البطولات الافريقية عندها درجة من الجهازية البدنية والزهنية ما عندكش مبرد بتاخد الناس عشان تبدأ تعمل احمال عشان تبدأ تقرص عليهم جامع ممكن نوقع بعد جلمة احمال دي يتعور ليتعور ما وتفاوت الاحماد سادة براهيم بين المنتخب والاندية بيعرض الناس لإصابات انت مش يخدوا مجهزين فانت متصور انك تقدر تعدهم من خلال المنتخب التصور ده مش حقيقي المنتخب لا يعد بدني المكانش ياخد اللعيب جاهز بدني ويبقى المنتخب ده بيلم اللعيب عشان اتخطط لا عشان يعالج لعيبة ولا عشان يعد اعداد بدني